السلام عليكم كيف انتوما لبس عليكم بخير نتمنىكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير ان شاء الله معكم ايمان من قناة شهيوات مع ايمان صلوا لنبي كيفما العداع نبدأ الفيديو اليوم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين الاقتراح اللي غادي نتقسم معكم اليوم غادي تكون هاد الكيكا اللي غادي نحضرها بدون فرن بمكونات اللي هي بسيطة بدون كريمة سائلة غادي نحضرها على هاد الشكل هادا حقا من كتجيوح الكيكا رائعة الديدة الديدة بزف انا اكيدا ان شاء الله غادي تعجبكم ما نزيتش نطول عليكم كتر ندوز نشوفوا المقادير وطريقة تحضير وكيفما هادا فرجة ممتعة بسم الله على بركة الله اول حاجة غادي نضف تحضير دياله هي الكريمة اللي كيفما اذكرت معكم غادي نحضرها بدون كريمة سائلة ولا كريم شانتي غادي نستعمل انا اربع علب من ياغورت او ضانون او زبادي استعملت انا هذا طبيعي ولكن كيكون حلو يعني بدون اي نكهة غير هو فيه يعني كيجو حلو بغيتو تستعملو بنك هاد الفانيليا يستحسن انا توفر طغير لهذا وتقدرو كدالك تستدلو هاد الياغورت او لهاد زبادي بنصف لتر ديال الحليب انا استعملت اربع علب من ياغورت او زبادي او ضانون كيف كنت اسميه احنايا كل علبة عنديك توزن مية وخمسة وعشرين جرام يعني ديك اربع ديال العلب ديال الياغورت اعطوني خمسمية جرام ديال الياغورت تقدرو كيفما اذكرت معكم عواد الياغورت تستبلوه بالحليب تعملو خمسمية ميلي لتر ديال الحليب اي نصف لتر ديال الحليب زيت خمسين جرام من نشط دراء اي ميزنا ما يعادل ملعقتين كبيرتين ونصف كيفما شاهدتو معايا وبما انني انا استعملت يا غورت حلو كما اذكرت معكم وخا طبيعي ولكن يعني كيجي محلة فيه السكر فضيفت فقط ثلاثين جرام من السكر الخشن اي سكر سانيدان اي يعادلو حل ملعقة كبيرة ونصف مع ثلاثين جرام من بودرة ديال الكاكاو الخام اي الكاكاو المرمع يعادل ملعقتين كبيرتين كيفما شاهدتو معايا كنخدم هاد المكونات مزيان معا بعطيتو وهنا يعندي واحد الكيس من السكر المنسم بالفاني واحد خمسين جرام ديال الشوكولاتة اللي غاد ينضيفهم حتى الاخر يعني حتى توجد معايا الكريمة حتى تعقد عادل نضيف لديك خمسين جرام ديال الشوكولاتة وكدلك ديك الكيس ديال السكر المنسم بالفاني هنا اخديت الإناء ديالي فوق نار متوسطة مع الاستمرار في التحرك اخواتي ما كانت توقفوش تماما على التحرك وكذا كنت تعقدت الكريمة وكظلت لديك خمسين جرام ديال الشوكولاتة اذا ما توفرتوش عليا وكذلك تقدروا تحضر الكريمة ديالكم فقط بنكهات الفانيليا يعني اذا ما بغيتوشي تستعملوا الكريمة بماداء الشوكولاتة او ماداء الكاكاو فاستغنوا على الكاكاو كذلك على هذا الشوكولاتة وحضروا الكريمة ديالكم بماداء الفاني اخر شي كيف ما شاهدتم معي هي ديك الكيس دي السكا المنسم بالفانيل اللي ضيفتوا الكريمة ديالي فرقت في واحد الاناء وغطيت للواجه دياله بلاستيك غدائي ودخلتها للتلاجة بالنسبة القاعدة ديال هاد الكيكا غدي نحتشفيها عندي 300 جرام من البيسكوي استعملوا اي نوع ديال البيسكوي انتم مطوفرين عليه او كيعجبكم كذلك هنا عندي 800 جرام ديال البرقوق المجفف هذا اللي كنخضره به اللحم ديالنا حيطلو طبعا العظم دياله تقدروا تستبلوه بالطمر او لا بالزبيب اي لعنب المجفف او تقدروا تستغنوا عليه اذا ما بغيتوه شي استغنوا عليه غير هو جرائع اخواتي وهي دا يعني شي حاجة اللي هي يعني شوية مفيدة ندخلها من الاطفال ديالنا مع الكيكا جلدي ديالي بزاف صافي وصافي غدي ناخد هاد المكونات وغدي نطحنهم يعني ديك البرقوق وديك 300 جرام 100 جرام ديال البرقوق مع 300 جرام ديال البيسكوي هني عندي واحد عشرين جرام ديال الكاكاو ما يعادي الواحد ملعقة ونصف ديال الكاكاو الخام اي الكاكاو المر وخمسين جرام ديال الزبدة بالنسبة للزبدة انا استعمت غير خمسين جرام لاناني بغيت وخامة غدي تجمع لي شي هاد الخليط هادا غدي نزيد واحد ملعقة كبيرة ونصف ديال الحليب انا استعمت غير الزبدة غدي تستعملوا سبعين جرام حتى ثمانين جرام ديال الزبدة انا استعمت خمسين جرام ديال الزبدة هنتو ما كتشاهدوا معاي البيسكوي ما كتشمع شي فغدي نزيد واحد ملعقة كبيرة ونصف ديال الحليب ما يعادل واحد ثلاثين مليلي لتر حتي تجمع لكم البيسكوي ديالكم مهم هو اخصوم اللي انضغطوا على البيسكوي يعني انقدروا نشكلوا واه بيدنا مهم هانتو ما قادي تشاهدوا معايا انا استعمت بالضبط 30 مليلي لتر ديال الحليب هي اللي كفتني مع ديك خمسين جرام ديال الزبدة جتني هي هادك مع هاد المكونات اللي شاهدتوا معايا صافي هانتو ما كناخد كميا بيدي وكنضغط عليها من اللي كتشكل او كتتماسك مع بعطيته يعني كتتماسك ديالبيسكوي مع بعطيته صافي كنعود نقرر اخواتي بالنسبة لبرقوق الاخوات اللي ما كيعجبو مشي او ما متوفرينش عليه فاستبدلوها اما بالطمر او لا بالزبيب اي العنب المجفف او حتى بالمشمش المجفف يعني المشمش المجفف حتى هوكي جيمزيان هنا اخواتي اخديت واح الكمية تلوت ديال هاد الخليط اللي ضيفت له واح الكمية ديال الجرقع اي الجوز اللي عندي مقطع قطع شوية بينين باش نحصل على واح القرمشة او صافي اما تقدرو تصغنو على ديال الجرقع اذا ما توفرتو شي عليها او تسبدلوها باللوز اللي تهرب شوه يبقوا القطع ديال شوية بينين او لا بالكوكو اللي بغيتو اخواتي كيف ما اذكرت معاكم خضيت واح تلوت ديال هاد الخليط ديال البيسكوي ضيفت له ديال كمية ديال الجرقع واللي غادي نوضع كطبقة يعني في الوسط ديال هاد الكيكاها دي صافي هنا يجبت الاطار اللي غادي نستعمل عملت القطر ديالو يعني هاد الاطار عندي فيه 22 سنتيمتر طبعا استعملوا اي قالب انتو مم توفرين عليه ما بين 22 حتى 24 سنتيمتر يعني تقدر تجيكم حتى في المول للقطر ديالو 24 سنتيمتر غير هو اخواتي ضروري المول او للقالب او لا تقدروا تستعملوا هاد النوع ديال الاطارات يكونوا كيتفتح يعني يكون كيتفتح باش من بعد تحيدوا منه الكيك ديالكم بكل سهولة صافي بالنسبة للتشكال هانتو ما شاهدتوا معايا طلعت البيسكوي مع الحشيات او الحواف ديالقالب او انا كنضغط وكنعوت الشكل اللي يالو حتى حصلت على هاد الشكل اللي كتشاهده معايا هانيا حيت ديك البيسكوي وضعته في الثلاجة باش يتماسك شوية مع بعض ديتو على ما ننطلع او نكمل على الكريمة ديالي الكريمة اخواتي كنتربوها حتى كتبرد يعني حتى كتبرد في الثلاجة تماما عاد خرصة وبديس كنتربة مزيان بطرها بالكهربائي ومن بعد زيت لخمسين جرام ديال الزبدة بالنسبة لاخوات اللي كيسولوني واش نقدروا نستغنوا على هاد الزبدة في هاد الكريمة هادي تقدروا اخواتي تستغنوا عليها غير هي هاد الزبدة صراحة كتعطيه واحد القوام كريمي اكتر ان هاد الكريمة هادي بهاد الطريقة اللي كنحضرها بيها اذا انتم ما عندكم مثلا مشكل مع الزبدة او ما بغيتوش تستعملوها وانتستغنوا عليها غير هي الكريمة ت๊ر بها مزيان يعني يطربوها مزيان حتى تحصلوه لحول الكريمة �ي هي غير هو ما غاليت تعطيكم شي نفس ناتيجة اذا استعملتو الزبدة الزبدة كتخلي هاد الكريمة كريمة وخاك تدخلها للتلاجة وكتبقى معاكم يعني يوم يومين حتى تتللكم الكيكا ديال كم وهاد الكريمة كريمية يعني هايدا كتبقى كريمية وخاك تتماسك شوية القوامي الكريمة ولكن كتبقى في حل أنكم استعملتوا كريمة Sائلة نضع نصف الكمية الكريمة نضع نصف الكمية الكريمة نضع نصف الكمية الكريمة نضع نصف الكمية الكريمة اي زبادي مع كيس او حتى النجوش ديال الاكيس دير سكر المنسم بالفاني باش تعطيكم هاي دوح المدق ديال الفانيكو مباين اما اذا استعملتوا ياغورت او ضانون بنكهات الفانيليا فاتقدروا تستغنوا على السكر المنسم بالفاني يعني تكتفيوا غير بديك الياغورت بنكهات الفانيليا او بنكهات الموز اي البانان حتى هو كيجي مزيون بزاف الكريمة او كيفما اذكرت معكم هاي تعملوا نفس المكونات ما عادة ديك الكاكاو و ديك الشوكولاتة غادي تحيدوهم ساف هنا مبعد مسالي تبقوا لديك الحشيات شوية طلعين اللي كنت طلعت فما بغيتش نضع فيهم ما بغيتش نحيدوهم فهبطهم بواحد الملعقة كيفما لا اوضحت لكم الصورة هنا اخواتي الطبقة الاخيرة اللي غادي نزيم بها الكيك ديالي غادي نحضر واحد القناش ديال الشوكولاتة بالحليب اللي غادي نحتشفه 250 جرام من الشوكولاتة بالحليب مع 50 مليلتر ديال الحليب بالنسبة للشوكولاتة انا استعملت الشوكولاتة بالحليب تقدروا تستعملوا بديل الشوكولاتة و لا تستعمل شوكولاتة الى 55% من كاكاو و لا تستعمل شوكولاتة الى 55% من كاكاو حتى حين تستعمل شوكولاتة او دوم بحمام مريم قد تستعمل الاختيار اخواتي كانت عندي كمية بسيطة ديال اللوز كونكسي شوية ديال اللوز مهارمج تفتم حاد الشوكولاتة تقدروا تحضروا القاناج ديالكم عادي بدون بلا ما تضيفوا له هاد اللوز هادا إذا ما بغيتوشي فكيبقى لكم الاختيار سافي وخليت الكيكا ديالين بعد ما غطيت الوجه ديالا بدك الشوكولاتة دخلت لتلاجة وخليت تحت بردت وتمسكت عادي غادي نخرج وحيت لديك الالإطار وهنا بغيت نزيد لهذا الاضافة الحشيس ديالا او الحواف ديالا ما عجبوني شي بزاف فاختيت واح الكمية بسيطة ديال الشوكولاتة اللي بشرطة وبديسكنزي اللي الحشيس ديالا او الحواف بهذا الطريقة هادي سافي وكيكون هادا والشكل نهائي ديال كيكا ديال اليوم كيكا سهلة سريعة جدا في التحضير أخواتي بدون فرن بدون كريمة سائلة ونتمنى يا ربي المكونات ديالا يكونوا بساطين ويعني جميع الأخوات يقدروا يحضروها فالفيديو الاقتراح دا اليوم احتل هنا يوكي كونت سلا ضروري ما نقطع معكم قطعة من داخل باش شاهدوا الكيك من داخل كيفاش كيجي وهنتم غادي تشاهدوا معي الكريمة كيفاش كيج كريمية وخد دخلها للتلاجة وخد تبقى اليوم التالي أو يومين في التلاجة هيدا غادي تبقى لكم يعني الكريمة كريمية ما غادي تتماسكش في حل الكريمة ديال المهلة بيالعادية فالفيديو الاقتراح دا اليوم احتل هنا يوكي كونت سلا أحبكم في الله وإلى الفيديو القادم إن شاء الله تهلا وليفرسكم بزاف بسلامة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر